اصدقائي في قناة العافية للتقنية صلى الله عليه وسلم في كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ما اضافوا مبيزي اه اعلانات يونيتي اه وشرحنا عنا كيف اضيف اه اه الاي دي تبع اعلانات يونيتي مبيزي. طبعا انت لما تعمل تحديث لمبيزي هيطلع عندك تضيف الاي دي تبعا اه اليونيتي طبعا احنا شرحنا كيف تاخذ الاي دي. اه بروح على اي دي يونيتي. شوف هذا الهذا الاي دي انت بتكون اراضي ضايفه عندك في مبيزي بس تعمل له قبي بتحطه عندك في مبيزي. طيب احنا اه متل انت لحتى تجرب علانات يونيتي تشغلين عندك ولا لا بتروح على شو احنا بنعمل با اه با اد موب بنعمل تست اي دي بتاع بنعمل اه موبايل تبعنا تست اي دي لحتى نجرب الاعلانات حتى ما يصير عنا كمان في تقييد وكمان مش هاكل با اد يونيتي او باعلانات يونيتي. هلا اعلانات يونيتي مش تقييدة يعني مش مش اه كتير زي اد موب. ولكن احنا نعمل هاي الحركة افضل واحسن مشان احنا ما نواجه مشاكل معهم مستقبلا. كيف دك تعمل جهازك جهاز اختبار في اعلانات يونيتي. اول شي بعد ما تفتح التطبيق. بدروع على الداشبورد اولا. بتختار التطبيق اللي انت بدك هي مثلا مثلا انا مثلا مثلا هاد مبيزي مثلا اوكي. نروح على فتح عنا اوكي. احنا ما نعلاق بهاي. طبعا هيا حينحكي عنا بعدين. نروح على ننزل على شفتوها هاي شو ازاي ازاي اد موب لحط تضيب جهازك جهاز اختبار نروح على شفتوها نعمل نضغط عليها. بتعمل اد نيو ديفايس. ديفايس نيم مثلا انا هواوي زي ما مسميه انت على تليفونك والادفرطايزنج اي دي نفس تعييت نفس شكيف عملت باد موب بتعمل هون بتجيب الجوجل ايدفرطايزنج اي دي من تليفونك وبتحطه هون. وخلاص انت هيك بتكون ضيفة. خلينا اضيف خلينا اضيف تليفوني. سامح. خلينا نسمي هواوي مثلا بيت تونت برو. هلنضيف الاعلانات. دقيقة بس. نروح على جوجل بين تليفوننا طبعا. نروح على كلمة ادز. خلينا نحط الاعلان لانه الرقم كبير فنتغلب شوي مش مشكلة. خمسة اتنين. ستة ثلاثة. اف بي خمسة تسعة وتفر نحط الادفرطايزنج اي دي بهون. وخلاص انت بتكون ضيفة جهازك جهاز اختبار باعلانات يوني دي صديقي وهي وديك بتكون بالسيف سايد. هاي بس بشكل مختصر كيف تضيف علانات كيف تضيف تليفونك جهاز اختبار باعلانات يوني دي. قبل ما تضيع بهالموضوعات. اتمنى تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو اصدقائي وانتظرونا بفيديوهات شديدة عن تحديثات مبييزة الليل ان شاء الله او بكرة بالكتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.